بعض المستندات مثلا المتعلقة بإسرائيل فليكن بالأوضاع على ليبيا وتهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر كل ده معناه أنه ما قامت به الأجهزة حتى من تقديم معلومات لتفادي مصائب وكوارث ولكشف بعض المخططات التي تحاج ضدنا حيتم نقلها يعني وحضرتك بزكاء شديد لا يخفى عليك سألت سؤال قلت إسرائيل وده هيودينا الحتة هل حضرتك ونت بتقدم الحلقة بتقول طب ده تصربت وهتطلع لدولة قطر لو عندي دولة قطر فقط أحيانا المعلومة على دولة تقيلة ما تعرفش تستفد منها لأن حجم الاستراتيجية بتاع أي دولة هنا كلما كبرت الاستراتيجية بتاعتها وبقت محكمة ولها سواء كانت هيمنة أو كانت رادة المعلومة تفيدها لأنها عندها خريطة كاملة أما اديها الدولة صغيرة المعلومة تبقى تقيلة عليها ما تعرفش تستفد منها وبالتالي ده بيأكد لنا شيء لأن المعلومة كده تطلع من قطر إلى الحليف الرئيسي في المنطقة وهي تركيا ومن تركيا للحليف الرئيسي سواء مباشرة من قطر للولايات المتحدة أو من تركيا للولايات المتحدة حينما أقول الولايات المتحدة والمعلومة توصلها وهذه استراتيجية هيمنة على مستوى دولي وهي حليفة أم أو بنت لإسرائيل يبقى المعلومات وصلة إسرائيل هنا الخطورة أنا ما يهمنيش أنها تبقى قطر لو المعلومات عندها بس وهتطلع تبغبغ بها في قناة وبتاعها آه مهم وشيء جارح وشيء مش مظبوط لأنه إفشاء يعني هي بدل ما هتسلم هتستغل لها بس ده رخيص إنما اللي يهمني ما وراء المعلومة هتروح لمين؟ كلما راحت لدولة قوية ده يأثر فيه وده السؤال الهم جدا ولكن برضو قبلها عايز أحيط حضرتك علما المعلومات اللي احنا اتفقنا نوعياتها بتوصل رئاسة الجمهورية فيه في مؤسسة الرئاسة خزن بطريقة معينة ومحكمة توضع فيها هذه المعلومات وليس فرض اللي يضعها مش فرض لا 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 خزائن خزائن للمعلومات دي دولة هنا اللي بيحط المعلومة بالسيستم بتاعها بتسجيلها مش فرض دي مجموعة وجزء منها مخابرات رئاسة الجمهورية عادتك تعلم أنه هناك مخابرات خاصة لرئاسة الجمهورية تبع لمن؟ تبع لأيه ولا تبع للرئاسة؟ لا 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 هنا بتأتي شايلة الأمن كله بأجهزته الثلاثة ولكن تحصينا لهذه المؤسسة لأن عندنا خطوات الأمن دائما أبدا بتحصن بعضها دائما أبدا بتحصن بعضها عشان في النهاية تؤمن المعلومة وحينما تسترجع لاستخدامها برضو يؤمن استرجعها وهي دي النقطة اللقصة دا قولها ثم تعود لمكانها بعد التوظيف المحكم إذن أنا هنا الخزنة اللي بتخش فيها المعلومة في مجموعة يعني عندي مدير مكتب بياخد قمضة في إن المعلومات دي تطلع من رئيس الجمهورية لأنه المسؤول الأول والأخير عشان هنا يصب على المحاكمة على هذه المعلومات وتدولها داخل مؤسسة الضئاسة ترجمة نانسي قنقر